عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن شكره لكل من شارك بحفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين وسمو الأميرة رجوة وقال جلالته في تغريدة له عبر تويتر شكراً من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركون الفرحة بالحسين ورجوة والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة والتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائماً وبهذه المناسبة البهيجة هنأ رؤساء ومثلوا الكنائس في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين جلالة الملك وجلالة الملكة وعموم الأسرة الهاشمية والأردنية الواحدة بزفاف الأمير الحسين والأميرة الرجوة متمنين لهما حياة زوجية سعيدة مكللة بالأفراح والمسرات وأضافه نرافقهم بالدعاء دائماً وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي الهاشمي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف متمنين دوام الأفراح في ديار الأردن عامرةً هذا وأقام جلالة الملك عبدالله الثاني مأدبة عشاء بهذه المناسبة بحضور الألاف من أبناء المجتمع الأردني من أمراء وشيوخ ووجهاء وعشائر وممثلي الفعاليات الشعبية المختلفة وحضر المأدبة غبطة بطريارك المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس ثيوفيلس الثالث وغبطة بطريارك القدس للاتين بير باتيس سابات سبالة وعددون من الأساقفة والكهنة في الأردني وفلسطين